للمزيد من المتابع معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك بمقر اللجنة نعم نحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات نحو ساعة ونصف وتفصلنا عن نهاية هذا اليوم الذي بدأ في تمام التاسع صباحا لاستقبال أوراق ترشح أي من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في اليوم السابع لم يتقدم حتى هذه اللحظة أي من المرشحين المحتملين وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت أبوابها يوم الخامس من أكتوبر وتستمر حتى الرابع عشر من أكتوبر وبالتالي نحن نتحدث حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم السابع عن ثلاثة مرشحين محتملين لخوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن كان يوم السابت الماضي قد تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تقدم بأوراق ترشحي ويوم الحد أيضا تقدم المرشح الرئاسي السيد فريد ظهران بأوراق ترشحي ويوم الاثنين الماضي تقدم أيضا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحي لخوض غمار انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة مرشحين حتى الآن من المقرر أن تستمر استقبال طلبات الترشح حتى الربع عشر من أكتوبر الحالي وفي يوم السادس عشر من أكتوبر سوف يتم إعلان قائمة مبدئية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتعلن القائمة النهائية يوم التاسع من نوفمبر من المقرر أيضا أن يكون اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل هذا اليوم السابع الذي نتابعه معكم لحظة بلحظة إليكم زملائي في الاستوديو نعم أحمد إذن بناء على ما أشرت إليه نحن في انتظار دائما الجديد أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا لك